وينضم إلينا من بيروت عبرزوم دكتور حسام فيصل رئيس وحدة الصحة والكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرحبا بك معنا دكتور حسام الوضع كارثي كيف تبدو المؤشرات لديك في هذه الساعة الخير طبعا الوضع مثل ما فضلت حضرتك هو كارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى بداية من النواحي الصحية، تفاقم الوضع الصحي، نفاذ المواد الطبية، المسلزمات الطبية، المحروقات هذا كله يندر بكارثة صحية تلوح في الأفق على شكل متفاقم أيضا من ناحية نقص الإمدادات الوقود الخاصة بتأمين مياه الشرب النظيفة هذا ناهيكي عن الأثر النفسي أيضا والدمار الذي يؤثره على مختلف الفئات من المتضررين في هذه المناطق دكتور فيما يتعلق بالمخزون الذي يتوافر لدى المؤسسات التي تعمل في هذا المجال هل يمكن أن يتعاطى ولو قليلا خلال الساعات القادمة حتى تكون هناك آمال بفتح معبر رفح لدخول بعض المساعدات؟ طبعا في معايير العمل الإنساني يوجد دائما نصل إليها ونتوقف عن تقديم الخدمات ونترك هذه النسبة المئوية مما تبقى من المخزون كآخر حل مثل ما نقول أو last resort للاستجابة ولكن هذا الموضوع قد وصلنا إلى مراحل حرجة العديد من الجهات الإنسانية العاملين في القطاع الإنساني أعلنوا أن الموضوع هو موضوع ساعات من ناحية توقف الخدمات الأساسية بسبب نفاذ الوقود طبعا يوجد احتياجات مليحة من ناحية المواد الطبية المسلزمات الطبية الوقود لإبقاء على مؤلدات الطاقة الكهربائية تعمل والطاقة الكهربائية هي عصب عمل المشافي والمؤسسات الصحية أيضا أو مقدمي الخدمات الصحية من دونها لا يمكن تقديم أي خدمة متكاملة للمتضررين وخصصا في الحالات المنقذة للحياة دكتور حسام هل نحن تجاودنا هذا الحد الأدنى من توافر هذه الكميات المساعدات بكثير؟ طبعا وهذا الكلام عبرت عنه العديد من المنظمات والجهات العاملة داخل قطاع غزة من ناحية الإنسانية وهذا أيضا يجب أن أخذ بأن لاعتبار ليس فقط الحالة الطارئة التي نعينيها حاليا أعطيك كم مثال المرضى الذين بحاجة إلى جلسات غسيل الكلا مرضى البحاجة إلى جلسات الأمراض المزمنة كالأمراض السرطان جلسات الأشعة إلى آخرية هؤلاء فيها أيضا يجب أن أخذها بعين الاعتبار عندما ننظر إلى الموضوع من كل النواحي الصحية على سبيل المثال دكتور ما هي أهم القطاعات التي تشهد نقص كبير؟ لأننا نعرف أن هناك حالات من الجرحى يعانون من حروق شديدة نتيجة القصف أيضا هناك حالات تتعرض لأيضا بعض المشكلات اليومية ما هي المجالات التي تشهد نقصا كبيرا؟ بداية القطاع الصحي بكل محاوره وبكل خدماته ومنشهد القطاعات تضررا وأيضا ضغطا يعني أعطيك مثال زملائنا في الهلال الأحمر الفلسطيني يعملون على مدار الساعة في تقديم الخدمات الصحية وخدمات الإجلاء الطبي وخدمات الإسعاف الأولي الضغط الشديد على الخدمات الصحية هو من المقام الأول كأولوية ثم يأتيك موضوع المحروقات والمواد الأساسية الضرورية للاستمرار بتقديم خدمات على سبيل المثال محطات المياه تحتاج إلى المحروقات لتوليد الطاقة الكهربائية للاستمرار بعمل التنقية والضخ في المناطق التي لا تازل تصل إليها شبكات المياه يعني نتكلم عن القطاعين الأساسيين طبعا هيك عن تضرر سبا للعيش التضرر من ناحية تناقص المواد الغذائية المتوفرة والعديد العديد قطاع الاتصالات والعديد من القطاعات المتضررة أيضا طيب الأمين العام والأمم المتحدة أكدوا أن هذه أزمة غير مسبوقة في المنطقة بهذه الصورة هل من بيانات وتواصل بينكم وبين الأمم المتحدة في هذه الساعات للدفع بعملية دفع المساعدات بشكل عاجل؟ طبعا ناشدت الحركة الدولية للصليب الأحمر ويلاء الأحمر بتيسير الوصول الآمن للمساعدات والأفراد وليس فقط للمساعدات يعني يوجد احتياج لوصول فرق طبية فرق مشافة ميدانية لتقدم دعم للتواقم الطبية التي أنهكتها الأيام الماضية منذ بدء الأحداث تقريبا ما يزيد عن 12 يوم نحن ننصق طبعا مع زملائنا في الأمم المتحدة ونشد أيضا على النقطات الأساسية على النقطات الأساسية لمناصرة ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بأسرع وقت تيسير عبور الأشخاص التقنيين التي يمكنهم أن يقدموا الدعم على الأرض وخصوصا في المجال الصحي والطبي نعم دكتور حسام فيصل رئيس وحدة الصحة والكوارث والمناخ في التحديد وليل جمعيات الهلال والصليب الأحمر بشكل أوسط وشمال أبريقيا شكرا لك دكتور